السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومن الأخبار للنادي الأهلي اليوم رضا سليم يقود التشكيل للنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني موعد مع مواجهة قوية الليلة والقناة المفتوحة النقلة للمباراة وعدل القيعي يتحدث عن صدام الأهلي وسيمبا التنزاني وسيمبا التنزاني يعلن مصرع وإصابة شخصين من جماهيره قبل مواجهة الأهلي وتحرك عاجل من اتحاد القرى في أزمة حسام حسن وفي البداية ما ننسيش نعمل اشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان نصمنا كل جديد يستضيف ملعب بن جامين مكابا في الساعة 8 مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في مباراة الزهاب في دور ربع نهائي دور أبطال أفريقيا المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسل كولر اليوم مباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى مصطفى شبير في الدفاع محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة وعلي معلول في الوسط مروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمر السولية وفي الهجوم رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا وبرسي تاو ويغيب عن الأهلي أمام سيمبا السنائي محمود الزنفالي وعمر كمان لعدم قيدهم أفريقيا إلى جانب السوداسي المصاب محمد الشناوي وإمام عشور وقاليو ديانج وياسر إبراهيم ووسام أبو علي وكريم ندفد بينما تم استبعاد محمد الضاو كريستو بقرار فني من السويسري مارسل كولارن هذا ومن المنتظر أن تكون المباراة اليوم صافرة المباراة الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت السعودية وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أسندت إدارة مباراة الأهلي واسيمبا للحكم الجنوب أفريقي توم أبو نجيل وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا ويعاونه من دولة موريشيوس أحمد ممتاز نتمنى كل التوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي ودعوات لعشاق وجماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي حيث تتجه عشاق الساحرة المستديرة لهذه المواجهة القوية والتي يحتضنها ملعب بن جاميل مكابا في دار السلام في تنزانيا ومن المقرر أن تقام المباراة كما تحدثنا الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت السعودية وتنزانيا اليوم الجمعة بينما تقام مباراة الإياب إن شاء الله بين الأهلي وبين سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة 5 من أبريل على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع للنادي الأهلي ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لزيادة عدد المشجعين الذين يحضرون مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في استاد القاهرة والمباراة تكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة اللي هي مباراة الإياب إن شاء الله تعالى يتم إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على القنوات المشفرة بإنسبورت ولكن وفرنا لكم الرابط الموجود في الوصف أسفل الفيديو لمتابعة كل ترددات القنوات المفتوحة ويمكنكم متابعة المباراة من المعروف أن عدد القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي أكد أن سويسري مارس القولر بيحترم نادي سيمبا التنزاني وقال في تصريحاته أن كولر يحترم فريق سيمبا التنزاني ولم يركز على المهاترات باستما يحدث من الفريق المنافس من المعروف أن عبد الحق بن شيخة مدرب سيمبا التنزاني كل يوم يخرج بتصريحات نارية سنفوز على النادي الأهلي أحان الوقت لإقصاء النادي الأهلي نعرف جيدا للنادي الأهلي كل هذه التصريحات من مدرب سيمبا التنزاني لم يهتم بها على الإطلاق مارس القولر ولا اللاعبين وستكون من المعروف أنها ستكون مباراة صعبة ومن المعروف قال أيضا عدد القيعي أن احنا تعادلنا مع سيمبا التنزاني مرتين ولا يصح أن نقلل منهم ويدخل الفريق هذه المباراة إن شاء الله بحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية حتى تؤمن حصوزه في الصعود لدور نصف نهائي إن شاء الله وذلك قبل خوض لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل إن شاء الله على الجانب الآخر يدخل فريق سيمبا التنزاني بقيادة مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة بحثا عن تحقيق فوز بأكبر عدد من الأهداف كما يقول هو أو كما يعتقد ويؤمن حصوزه في الصعود إلى نصف نهائي قبل خوض لقاء الإياب اللي هيكون في القاهرة يوم الجمعة المقبل إن شاء الله من المعروف أن هناك سأر بين كولر وبين عبد الحق بن شيخة عبد الحق بن شيخة فاز على كولر في مباراة سوبر الأفريقي وعندما كان مدربا لاتحاد العاصمة الأفريقي الاتحاد العاصمة الجزائري فاز في دولة الإمارات أو في السعودية بهذه البطولة أمام كولر ويسعى كولر اليوم للصقر من عبد الحق بن شيخة ولم يجعله يسطر تاريخ على حسابه ونتمنى ذلك إن شاء الله في خبر مؤسف قدم مسؤول نادي سيمبا التنزاني التعازي في ضحايا جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي التي تجمع الفريقين اليوم حيث نشرت الصفحة الرسمية لنادي سيمبا التنزاني على موقع إكس بيانا جاء فيه أيضا تلقت قيادة نادي سيمبا بكل أسف هذه المعلومات حوادث جماهيرنا التي حدثت الليلة الماضية بينما كانوا في طريقهم إلى دار السلام لمشاهدة مباراة ربع نهاية أبطال أفريقيا ضد الأهلي الحادث الأول كان يتعلق بمشجع أيضا في منطقة ميبيا حيث حدث ذلك في أولى وتشير المعلومات الواردة من قوة الشرطة إلى مسرع شخص واحد الحادث الثاني هو فرع الحدود الحمراء الذي وقع في منطقة موروجورو المعلومات التي في مكان الحادث تشير إلى إصابة شخص ويتوجه قادة سيمبا بالفعل إلى موقع الحادث لتقديم المساعدة للضحايا أمونا نتمنى التوفيق اليوم في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني التي التقى فيها سيمبا التنزاني والنادي الأهلي ثمان مرات قبل ذلك وفاز الأهلي ثلاث مرات وفاز سيمبا التنزاني ثلاث مرات وكانت تعادل حليف الفريقين مرتين هناك تحرك مسير من اتحاد الكرة في أزمة حسام حسن ومحمد صلاح فيسعى مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام لإجراء محاولات من أجل الصلح بين محمد صلاح نجم نادي ليفربول وحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر واستقر اتحاد الكرة على التنسيخ بين الجهاز الفني لمنتخب مصر والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل تواجد محمد صلاح في المعسكر المقبل قال مصدر مطلع لا يوجد شخص عاقل يمكنه القول بأن غياب محمد صلاح لم يكن مؤسرا كما يقول حسام حسن في تصريحاته ولكن هناك محاولات خلال الأيام المقبلة لإنهاء هذه الأزمة بين محمد صلاح وبين حسام حسن في النهاية أشكركم وتحياتي لكم وكل التوفيق إن شاء الله للأهل اليوم في مباراة أمام سنبا التنزاني في ربع نهاية دور أبطال أفريقيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته